خلال الفترة الأخيرة تم تداول أخبار وعناوين تدور حول ما يطلق عليه اسم بكتيريا مقاومة وخارقة تغزو بعض المستشفيات والذي أثار بعض المخاوف والتساؤلات ولكن الموضوع في مجمله ليس بجديد وكل ما هو مكتوب قد أخذ منح إعلامي من أجل استقطاب القراء مع بعض من التضخيم علما بأن محتواه صحيح المقصود هنا هو أن البكتيريا الحالية في مجتمعاتنا قد تطورت فنتج عنها سلالات بترتيب جيني جديد مقاومة للمضادات الحيوية المتوفرة حاليا نظرا لعدم التقنين في استخدام المضادات من النوع المتقدم التي تعد من الصفوف الأولى في قوتها وفعاليتها من قبل الكوادر المعالجة أنفسهم فأصبحت أعداد المضادات القابلة لاستخدام العلاجي أقل بكثير من العقود السابقة بالنسبة لبعض الفصائل البكتيرية ولا يقصد هنا أن هناك بكتيريا من نوعية فريدة قد ظهرت بشكل مفاجئ ولأول مرة لا هي موجودة لكنها تطورت بسببنا نحن إن هذا التحور في مسار المجتمع البكتيري في مناطقنا متوقع إذا ما نظرنا إلى التاريخ وكيف أن المايكروبات بدأت تتحول وفقا للمتغيرات وطبيعة المضادات الحيوية من النوع المتقدم المستخدمة وبدون تقنين من قبل العاملين في المصحات الطبية وعليه فإن برامج تقنين استخدام المضادات الحيوية هي أمر في غاية الأهمية ويجب الأخذ بها وتطبيقها خصوصا في ظل عزل الكثير من البكتيريا المقاومة التي بدأت تغزو المستشفيات والتي بدأت أيضا تؤثر على أداء الخدمة العلاجية المقدمة فيها ولهذا تسمعون بين الفنية والأخرى بأن أحدهم دخل المستشفى خصوصا إذا كان يعاني من أمراض مزمنة وضعف عام كحال المتقدمين في السن أو حديثي الولادة أو من يعانون من أمراض دم وراثية أو أورام سرطانية وما شابه وأنه بعد تنويمه بفترة أصيب بجرثومة في جهازه التنفس السفلي أو في دمه أو ما شابه من مواقع جسدية حرجة وهو منوم في المستشفى وهو أمر ليس بالغريب في ظل انتشار هذه النوعية من المايكروبات المقاومة في المنشآت الصحية خصوصا في بعض الأقسام التي عرف عنها أنها مصدر واضح للعدوى بسبب غياب التطبيقات العملية لتفاديها ولاحظوا أتحدث عن العملية التطبيقية وليست الورقية فما أكثر الورق ومن هنا فإننا دائما ما ننصح الناس بعدم الذهاب للمستشفيات إلا عند الضرورة وهي نصيحة طبية عالمية أيضا لأننا حينما نذهب إليها أي إلى المستشفيات فإننا واقعا نزور المكان الذي تكثر فيه الجراثيم المقاومة والتي قد نحملها على أجسامنا دون أن ننتبه فهي موجودة على المقابض هناك وعلى الأبواب وعلى الأسرة وعلى أيدي العاملين وفي كل مكان يخطر على بالك من أمكنة المستشفى وبالمناسبة نجاح الكثير من العمليات المستعصية لا يرتبط عادة بإجراء العمليات نفسها بل بأنظمة تطبيق عدوى المستشفيات العملية وليست الورقية الاستعراضية ولهذا فالكثير من التطبيقات الطبية في كل مستشفيات العالم تكاد تكون مماثلة إلا أن العناية والرعاية الحقيقية تختلف ولقد سبق وأنحدرنا من هذا الأمر قبل سنين مضت وكانت رسالتنا موجهة للأخوة المعالجين وبالخصوص بعض الأطباء سيما في بعض البلدان العربية الذين لا ينظرون للموضوع بجدية بل وإلى سائر الناس في المجتمع من أجل أن يعم الوعي بخصوص طبيعة بعض الممارسات الطبية وحتى يتسنى للجميع تفخهم حقيقة ما تعني عدوى المستشفيات والوقوف على ما قد نواجهه في المستقبل إذن التحذير هنا يدور حول الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية دون الالتزام بالمعايير الأساسية التي تنظم هذا النوع من الوصفات لأن الإفراط فيها وعدم الانضباط في تعاطيها يؤدي إلى توالد سلالات من المايكروبات شديدة ومتعددة المقاومة للكثير من الأدوية العلاجية وهناك من الأطباء من لم يعد وللأسف الشديد يميز ما بين وصفه لتلك الأدوية التي تؤثر على النظام الحيوي البكتيري المتواجد طبيعيا في جسم الإنسان وفي النظام الخارجي وبين وصفه للأدوية التي تعالج الأمراض الفيسيولوجية ونستطيع القول باختصار بأن المفهوم الطب الخاطئ بدأ ينحصر في التخلص من المرض بشكل لحظي باستخدام مضادات تأخذ عن طريق الفم ومن ذوات الحزمة الواسعة التغطية التي تقتل ما هب ودب من مايكروبات مفيدة وغير مفيدة كتلك مثلا والخطاب موجه للأطباء المنتمية للفلوروكوانيلون ودون الانتباه للتغيرات الجينية في داخل المايكروبات وخصوصا عند تلك الأنواع التي تنتشر في المستشفيات بشكل عام أو تلك التي تنتشر في المجتمع مما قد يؤشر بقدوم مرحلة جديدة لن يعود فيها للمضادات الحيوية أي تأثير يذكر على المايكروبات الممرضة موسيقى